السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعد لكل أوقاتكم من وين ما كنتوا بتشوفوا قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد اليوم رح أذكركم بالحل البسيط لخبس الكيك قبل سنتين حضرت لكم هاي الوصفة اللي كانت كثير ناجحة كعكة شوكولاتة على البخار اليوم إن شاء الله رح أحضر معكم بأقل من ربع ساعة كعكة منتفخة وهشة وخفيفة منكة الشوكولاتة وبدون أي أدوات كهربائية وبدون فرن تعالوا لنبدأ بالوصفة ونحكي بسم الله أول خطوة هون عندي حبتين بيد بدرجة حرارة المطبخ ضفت لهم ذرف من الفانيلا البودر مع نص كوب من السكر الحبيبات وممكن تبدلوا الفانيلا البودر بربع ملعقة من الفانيلا السائلة ولإني مش مستخدمي خفاق كهربائية بدي أقوي حركة الخفاق حتى أحصل على خليط بيد فاتح ويكون في بينه هو بالكوب اللي أنا استخدمته بوحد كل المواد في نفس الكوب بنفس الكوب ضفت نص كوب من الزيت النباتي إذا ما استخدم كوب معياري فبتستخدمي نص الكوب ورح أضيف كمان نص كوب من الحليب الدافي المواد السائلة هي نص كوب من الزيت نص كوب من الحليب وبرضه يعتبر البيض مع المواد السائلة نفط لهم نص كوب من السكر وضرف من الفانيلا نيجي للمواد الجافة هي عبارة عن كوب من لطحي نوعية جيدة مع ملعقتين من الكاكاو الخام الغير محلة أضيف عليهم كمان ظرف من البكينباو دار وذرات من الملاح بنخلهم كثير مني حتى أدخل بينهم هواء كل ما رفعت إيدك بالنقل وعلى فكرة أنا لطحين دائما اللي بنخله معكم بيكون منخول بشكل مسبق يعني لما أعبي لطحين بالعلبة بكون نخلته أول مرة ولما أستخدمه برجع أنخله وهاي الخطوة بتدخل هواء بالكعكة وضروري صبايا تنخله الكاكاو حتى ما يضل أي تخرز لما تخفقه الكيك لأن حبيبات الكاكاو ما بتدوبه وتضلها على شكل كرات متحجرة نبدأ نذوب المواد الجافة بالمواد السائلة بهاي الطريقة أسهل خطوات ممكن تحضروا فيها مقدار كبير من كعكة الشوكولاتة اليوم رح نحضرها بأكواب فردية المقدار اللي عملته رح يعمل معي ثمان أكواب هذا هو قوام الكيك هلأ رح أضيف عليها ملعقة من الخل الأبيض الخل طبعا بعطها شاشة وارتفاعه بتحسي أنه الكعكة كثيرة فلفية وخفيفة من الداخل هلأ في طبق ثاني عندي ملعقة من القهوة سريعة الذوبان أي ماركة أنتو بتستخدمه وحاولوا تستخدموا منتج وطني ضفت لهم العقتين من الماء الساخن ذوبت فيه القهوة وضفتها على خليط الكيك ريحته عن جد بتشاهي ولسه بالطعم رح تشوفوا إنها عن جد مميزة القوام رح يكون مرن بهاي الطريقة هلأ رح أستخدم أنا الأكواب الفردية ومثل ما حكت لكم أنا قبل سنتين اعملتها بسنية الكيك خبز الكيك وطلعت ما شاء الله مرتفعة ومنتفخة زينتها وكان فعلا الشكل شوفوا كأنه هي كعكة بالفرن هلأ بنعمل مسحة بسيطة لهدول الأكواب وملاحظة كثير مهمة ممكن تستخدمي فنجين القهوة فنجين الشاي هدول أنا الأكواب بايركس بس مش بالضرورة إنهم يكونوا بايركس يعني أي أكواب عندك ممكن تستخدميها شوفوا المقدار اللي أنا ضفته تقريبا ثلث الكوب ليش؟ لأنه أنا بدي إياها ترتفع بمقدار معين ورح أضيف عليها إضافتين رح تحسوا إنها جاتو جاهز يعني أنت حضرتي بخطوات بسيطة مثل الكيك الجاهز رح نعملها هلأ إذا ما بديك تضيفي عليها أي إضافة بتضيفي نص الكوب حتى ترتفع لآخر الكوب هدول هم الأكواب اللي أنا حضرتهم هلأ بكون سخنة تقريبا لتر من الماء المغلي بضيفه بطنجرة أو بمقلاي واسعة وأول خطوة برتب الأكواب بنزل عليهم كمية الماء اللي أنا وصلته لدرجة الغليان وبغطيهم وبرفعهم على نار متوسطة لمنخفضة بغطيهم فقط بهاي الغطا وبتركهم لحتى ما ينشف الكيك هلأ بهاي الفترة رح أحضر للتوقاء الثانية هي عبارة عن كوبين من الحليب السائل كامل الدسم بتضيفي بتوفر حليب كوبين من الماء مع أربع ملاعق من الحليب الباودر لكل كوب بتفتله ملعقة مليانة نشا وملعقة سكر إذا بدك تضيفي فانيلا باودر بتضيفيها هلأ يعني بتضيفي ملعقة صغيرة من الفانيلا الباودر بقلبهم على البارد وبرفعهم على نار متوسطة مجرد خمس دقائق لأنه المقدار بسيط رح تبدأ تتشكل عندكم طبقة من المهلبية بقوام مميز هذا هو القوام بدون أي إضافة نتفي النار عليها بعد ما قلبناها ووصلت لهذه الدرجة وظهرت فيها هالفقاعات بنعرف إنه الكريمة صارت عنا جاهزة أشهى كريمة أو مهلبية بيتية بنزلها بوعاء وهون رح أضيف عليها قطرات من الفانيلا السائلة لأنه ما ضفتها على الخليط وهو على الغاز بقلبها كثير منيح وبنرجع نشوف كعكتنا كيف صاروا هلأ الأفضل إنكم تستخدموا تنجرة غطيتها شفافية صبايا حتى تضمنوا إنكم تشوفوا من برة قبل ما تفتحوا عليها هي تقريبا 12 دقيقة كانت جاهزة أختبرتهم أنا بعود الشواء تلع معي جاف تماما بط في النار وببدأ مباشرة أرفع الأكواهب بأي أداء على سطح خشبي أو على كوسر لأنه يكونوا كثير سخنيا فحافلوا إنكم ما تلمسوهم بالإيد وبحطهم بتركهم على الأقل 10 دقائق بس لا يفقدوا شوي من الحرارة شايفين الارتفاع جدا معقول ما شاء الله وطبعا هون بعد ما يبردوا ببدأ أشربهم بالحليب رح أشربهم بحليب سائل تقريبا ملعقتين حليب بارد لكل كوب حتى يعطيها طراوة وتحسوا إنها أبدا ما بتختلف عن أي يجته جاهز طبعا مباشرة رح تتشرب كمية الحليب عطول ببدأ أنزل عليها كمية الكريمة وبالنسبة لكمية الكريمة بتحاولوا إنه أترك فقط يعني مساحة جدا بسيطة حتى أضيف عليها صوص الشوكولاتة اللي هو رح يكون الطبقة الثالثة نوزع كمية الكريمة بهاي الطريقة لكل الكسات ورح أحضر للشوكولاتة إما بتذوب أي نوع شوكولاتة موجودة عندكم أو شوكولاتة بلجيكية أو ممكن تعملوا سوس شوكولاتة على الغاز طبعا هاي الخطوة إضافية ذوبتها أنا على حمام مائي ورح أوزعها على سطح الأكواب من شاء الله هيك بتحسوا إنه عن جد يعني صار عندكم كأنه أنتوا يعني كثير مشتغلين وتعبنين على الوصفة بتحسوا إنها كثير مميزة لما تقدميها لضيوفك رح يفكروها جاهزة وبرضو رح تحسي إنه الطعم بطل كعكة شوكولاتة عادية ما شاء الله كثير راقية أنا هون رح أزينهم برضو بشوكولاتة مبشورة وكل هاي الأشياء إضافية يعني خيارات شخصية تحب تضفيهم ممكن وإذا مش متوفرين تستغني عنهم تترك الكعكة بدون أي طبقات بس ما شاء الله شوفوا كيف الكعكة مشربة وطرية وجافة من الكعكات اللي عن جد مميزة وبتشاهي وما أخذت وقت بالتحضير جربوها وإن شاء الله إنها بتعجبكم إذا حبيت وصفتي إلى اليوم بتمنى إنكم تدعموها بتعليق عليها على اليوتيوب ودائما بحكي لكم ولو بنقطة بتساعدوني إنه الوصفة ترتفع بمحركات البحث ويشوفوها أكبر عدد من الصبايا وجربوها بس لو لسه مش مشتركين بالقناة يريد تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم أول بأول كل جديد بنزل على القناة برضو رح أتركي لكم بصندوق الوصف طريقة الوصفة السابقة لما كانت كعكا كاملة شكراً لكم ودمتم في أمان الله وانتظروني فيديو جديد